الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز لاهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد قوات الدفاع الشعبية بجمهورية أوغندا الفريق أول موهوزي موسيفيني وخلال اللقاء نقل موسيفيني للرئيس السيسي تحياتي وتقدير الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أشهد رئيس السيسي بالعلاقات التاريخية بين مصر وأوغندا مؤكدا على الحرص المتبادل لتعزيز التعاون الثنائي وأوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون المشترك مع أوغندا وجهود التنمية بين الدول الأفريقية اجتمع رئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الخارجيات والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي للاطلاع على أهم نتائج المشاركة المصرية في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وخلال لقاء اطلع رئيس السيسي على مضمون لقاءات واتصالات وزير الخارجية بشأن تطورات الإقليمية والدولية الراهنة يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا طارئا اليوم لبحث التحرك العربي للتضامن مع لبنان وأكدت الجامعة العربية أن الاجتماع سيبحث أيضا سبل التعامل مع التدايات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي على لبنان وأنه سيؤقد بناء على طلب العراق وتأييد عدد كبير من الدول العربية قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط بيروت في الساعات الأولى من صباح اليوم ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وأقل مصدر أمني أن الانفجار استهدف مبنى في منطقة البشورة وسط بيروت بالقرب من البرلمان مما يجعل منه الهجوم الإسرائيلي الأقرب لمقار الحكومة اللبنانية من جانبه أعلن الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي في اشتباكات مع حزب الله جنوبية لبنان لترتفع حصيلة خسائره في لبنان من بداية التواغل البري إلى تسعة قتلى في صفوف العسكريين من جانبه أعلن حزب الله لبناني التصدي لمحاولات تقدم القوات الإسرائيلية بالجنوب اللبناني كما أكد حزب الله استهداف تجمع لجيش الاحتلال في تكنة الشميرة ومستعمرة شتولة وقوة مشات كبيرة في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وأحققوا فيها إصابات مباشرة ودقيقة واصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأفادت مصادر فلسطينية بأن القصف الإسرائيلي أدى لاستشهاد أكثر من تسعين شخصا وإصابة العشرات خلال أربع وعشرين ساعة في أنحاء متفرقة من القطاع من جانبه قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الجيش الإسرائيلي أباد تسعمائة عائلة واثنتين من العائلات الفلسطينية في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي تفقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس مناطق دمرها الإعصار هيلين جنوب شرق الولايات المتحدة وقرر بايدن إرسال حوالي ألف عسكري إضافي للمساعدة في عمليات الإنقاذ وأدى الإعصار إلى وفاة أكثر من مائة وستين شخصا بينما لا يزال أكثر من ستمائة شخص في عداد المفقودين في عدة ولايات جراء الإعصار الذي تسبب في أضرار واسعة في البنية التحتية